اهلا بحضراتكم من جديد طيب ابرز خبر دلوقتي موجود على السوشيال ميديا بالتأكيد الاتفاق الرسمي والاعلان الرسمي من الامارات العربية المتحدة عن اتفاق تم واعتماد نظام جديد لبطول التاكاس السوبر المصري للأبطال هيتقام هذه البطولة في أبوظابي لمدة أربع مواسم متتالية اتفاق تم بين شركة المتحدة للرياضة ومجلس أبوظابي الرياضي يمكن الاجتماع شهد حضور الأستاذ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظابي الرياضي الأستاذ سيفي الوزيري رئيس شركة المتحدة للخدمات الرياضية الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد الكورة وأمين السندوق وكمان في وجود المهندس الدكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة والأستاذ سهيل العريفي المدير الفعليات في مجلس أبوظابي الرياضي يمكن منذ قليل زي ما انتم شايفين الصورة معنا على الشاشة وجود طبعا كل السادة المسؤولين في توقيع هذه الاتفاقية بخصوص طبعا التعاون اللي هيتم خلال الفترة القادمة يمكن الأستاذ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظابي الرياضي وعلى يمين الأستاذ سيفي الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعدو المنتحدة لشركة بريزينتيشن سبورت ممثلا عن الشركة المتحدة للرياضة والأستاذ خالد الدرندلي أمين سندوق أو نائب رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم طيب الفكرة في حد ذاتها إنها تكون البطولة بدل ما كان الأول بيشارك بطل الدوري وبطل الكاس في لقاء سوبر لا هتبقى البطولة بمشاركة عدد أربع فرق بطل الدوري اللي هو الموسم الأخير بطل كأس مصر بطل كأس الربطة وصيف الدوري العام وتم تحديد حيات كتيرة جدا في حال لو كان مثلا بطل الدوري هو بطل كأس مصر أحيانا بيحصل بالتأكيد في مصر يعني بطل الدوري هو بطل الكاس طيب ساعتها ملا هيشارك هيشارك وصيف بطل الكاس يعني بطل الكاس الحالية لسه ما خلصتش لو الأهل فاز ببطولة الكاس وجمع الدوري والكاس هيشارك وصيف كأس مصر طيب في حال حصول بطل كأس مصر على كأس ربطة الأندية بس ده بقى خلال السنين الجاية لأن السنة دي بطل كأس ربطة وصيراميكا كليو بطرة وبالتالي سيراميكا خرج من الكاس فمن اللي هيشارك ساعتها هيستبدل أيضا بوصيف كأس مصر يعني ساعتها لو بطل الكاس هو بطل كأس ربطة هيشارك وصيف الكاس طيب في حال تقرأ نفس الفريق في البطولات دي هتكون الأولوية لترتيب الدوري المصري ممكن تيجي سنة من السنين تلاقي بطل الدوري هو بطل الكاس هو مثلا بطل كأس ربطة أو تلاقي مثلا بطل الدوري هو بطل الكاس فهتروح للوصيف كأس مصر فبالتالي انت لو عندك فريق تقرر ثلاث مرات هتضطر تروح ساعتها بقى لترتيب الدوري المصري زي ما بيحصل في المشاركة الإفريقية بتستبعد فكرة كأس مصر عشان البطولة ما بيتمش حسمها فبتروح لترتيب الأولوية في الدوري المصري من الأول لغاية الرابع فده المعايير أو دي المعايير اللي هيتم الاعتماد على أساسها خلال الفترة اللي جاي عشان يتم اختيار الأربع فرق اللي هيتشاركوا في كأس السوبر المصري للأبطال الاتفاق ده تم لعله عنه رسميا النهاردة في أبو ظابي وكلنا عارفين أن أبو ظابي استضافت ست نسخ من بطولة كأس السوبر في النظام القديم لما كان بطل الدوري بلعب بطل الكاس 2015، 2017، 2018، 2020، 2022، 2023 نتمنى يا رب إن شاء الله نشوف مسابقة قوية بتعتمد في المقام الأول على الليحة وعلى النظام اللي هيتم اعتماده خلال الفترة اللي جاية وفي تصرحات مهمة جدا قالت في هذا الشأن أولى المهندس سيفي الوزيري وجه شكره لمجلس أبو ظابي على الشراكة المتميزة والمثمرة في هذا الشأن لا فتن إلى أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد فيه أبو ظابي خلال شهر تسعة للإعلان عن كافة تفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها والفرق المشاركة لغاية دلوقتي لسه ما حدش اتكلم عن الفرق المشاركة هو الأول تم الاتفاق على تنظيم هذه البطولة وتم الاتفاق على فكرة أن البطولة خلاص هتعتمد من المسم الحالي عشرين تلاتة وعشرين وتم الاتفاق والإعلان أن البطولة هتكون لمدة أربع مواسم وتقالت المعايير بطل الدوري بطل الكاس بطل كأس الربطة ووصيف الدوري دي الشروط اللي اتقالت بخصوص المشاركة خلال الفترة اللي جاية طبعا في المقام الأول ما فيش فكرة بقى اللي اتقالت قبل كده أصلي هيتم الاستعانة بفريق الشرك الرعية هي اللي اترشحه لا الكلام ده خلاص يعني احنا بنتكلم عن الأمور الرسمية الأمور الرسمية فيش الكلام ده خلاص الأمور الرسمية بنتكلم على الفرق الأبطال بدليل البطولة نفسها اتغير المسمى بتاعها وبقى اسمها الكأس السوبر للأبطال وبالتالي دي بطولة منتظر تحديد معادها والفرق المشاركة خلال الفترة اللي جاية طالما البطولة هتتلاعب في عشرين تلاتة وعشرين يبقى وانت مغمض عينك كده بطل الدوري هو الأهلي بطل كأس الربطة فريق سيراميكا كيليو بطرة وصيف الدوري بيرامدز يمكن دي الفرق الأقرب حتى الآن تبقى للمعايير دي هي اللي هتشارك بطل الكاس هيبقى مين ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية لو الأهلي وبييرامدز وصلوا فينال هتبقى الأمور سهلة كتير سهلة؟ سهلة كتير قوي قوي ليه؟ تبتتكلم على أن الأهلي بطل الدوري وبييرامدز الوصيف وفي نفس الوقت الأهلي وبييرامدز هم طرفاء نهاء الكأس في حال تخطيهم المراحل القادمة للوصول إلى مباراة نهاء الكأس مش عن نسبة الأحداث ونستنى الفترة الجاية لما يتم تحديد المعايير النقطة بس الخلافية اللي ممكن الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي في شهر تسعة إعلان التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي هل كاس مصر هيكون خلص ولا لسه؟ يعني هل الكاس في وقتها هيكون خلص ولا لسه؟ لأن المفروض بعد الأهلي ما يخلص مطش المصري يوم الخميس اللي جاي يوم ثلاثة تمانية البطولة هتتوقف لحين تحديد موعيد مبارتي نصف النهائي الزمالك في مواجهة بيرامدز والأهلي إن شاء الله في حال التخطي يواجه إمبي إمتى المطشات مش عارفين؟ هل المطشات هتتلعب قبل معاد المؤتمر الصحفي؟ محدش لسه عارف لأن المفروض تبقى للمعايير دي بطل الكاس هل لو المطشات دي تأخرت شوية هيستعينوا بآخر بطل كاس مصر؟ ساعتها يبقى الأهلي بس الوصيف ساعتها كان بيرامدز فهنشوف خلال الفترة اللي جاية عيبقى فيها يعني ديالوك شوية في مسألة موقف كاس مصر إن الموسم للأسف لم ينتهي بالنسبة للكاس كنا نتمنى إنهاء الموسم كله دوره وكاس ولكن مسابقة بالكامل مسابقة بالكامل اتأجلت لمشاركة الزمالك في بطولة ودية في البطولة العربية اللي بتقام حالياً في المملكة العربية السعودية أنا بركز في التفاصيل دي لأن التفاصيل دي مهمة لأن الأهلي ما بيجي يشارك في بطولة رسمية قرية بيتكلموا عن التأجيلات لكن لما بتبقى فيه بطولة ودية بتأجل مسابقة مهمة زي مسابقة كاس مصر حدش بيتكلم حدش بيجي بسيرة حدش بيقول هي مسابقة الكاس مش كاملة ليه فيه المطشاط نصف النهائي فيه تحديد مبارات النهائي حدش عايز يتكلم بطولة كاملة رسمية تأجلت عشان بطولة ودية لغاية لما نشوف بطولة الكاس هتتلاقب ازاي خلال الفترة اللي جاي طيب